السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هينداي بلسيت 2023 الفيس رفت الجديد من السيارة عدت عليها ثلاثة سنوات هينداي قالت يلا نبدأ نخلينا نسوي فيس رفت على السيارة نحسن نطور نجدد شباب السيارة فالباليسيت 2023 ايش اللي اختلف فيها ويش الجديد فيها كنظرة سريعة على السيارة نشوفها دحين وان شاء الله قريب هناخد السيارة ونسوي لكم عنا الفيديو التفصيلي ما لها وما عليها كما جرت عليه العادة طيب هينداي بلسيت كتعريف للباليسيت هي اكبر سيو في سيارات هينداي اكبر حاجة تحتها السنتافي توسان الكونا وفي حاجة تيجي في المستقبل اسمها الفينيو سيارة عائلية ثلاثة صفوف مقاعد عندك عيلة عندك عيال سيارة تمسك فيها خط عندك الباليسيت سيارة حتفيدك عندك مساحات داخلية موجودة فيها السيارة ما عندك اي اشكال عندك راح ودلع فيها السيارة لو سواء قاعد في الامام قاعد في الخلف او حتى مقاعد الصفة الثالث من السيارة فلو انك ابو عيال تبقى سيارة عائلية فكر في الباليسيت طيب كابرز التغييرات اللي صارت عليه هينداي باليسيت يمكن نشوف وجه السيارة الامامي اللي اختلف نوعا ما صار فيه شد وجه واضح في السيارة من ناحية الشبك الكبير اللي موجود على السيارة اللي اندمج مع الاضاءات الامامية غير عندنا اللي هي الليد النهاري عملاق شوفوا عرضه ما شاء الله تبارك الله له علاقة بالتمساح بشكل او باخر طبعا اضاءات ال اي دي عالي واطي مع الليد العالي الاوتوماتيكي كوجه للسيارة ممكن بتشوفوا الكرومات زيادة لكن كتجهيز موجود عندنا كاميرا امامية موجودة حساسات الامامية موجودة الرادار الامامي موجود الكاميرات العلوية اللي تقرم سائرات الطريق والشواخص المرورية كمان موجودة فمن ناحية قيادة شبهه آلية نظام القيادة شبهه آلية موجود عندنا فيه الفلسيد 23 مكمل اكيد مع بقية سائرات هينداي هو نظام يساعدك في القيادة لكن ما يلغي دورك في القيادة يحافظ على مسافة بينك وبين السارة اللي قدامك يقرم مسارات الطريق لو طلعت السيارة من المسار يرجعها ولو تبغي يحافظ على السيارة في وسط المسار سيحافظ عليه لو نيجي على البلسيد من الجانب الجنوط اللي عندنا تصاميم جديدة صارت على جنوط البلسيد جنوط مقاس 20 في عندنا التصميم هذا وفيه تصميم تاني كمان موجود على البلسيد من رأيه الجانبية فيها نظام النقطة العمية بصمة على بواب الأمامية لكن نظام زر للفتح زر للقفل ما هو موجود على الأبواب الخلفية للسيارة تنك البنزين يسار فالبلسيد حيوقف معاك زحمة في محطات البنزين طيب لو جينا على الجزء الخلفي من هينداي بلسيد التغييرات اللي فيه نوعا ما بسيطة لكن اختلف معانا اللي هو الإضاءات الخلفية في السيارة اختلف تكسيمها زاد عرضها بشكل بسيط لو تلاحظوا معايا الجزء الفض اللي هنا منعكس عليه الإضاءات فكده مدية شكل حلو للسيارة من ناحية حساسات خلفية موجود عندي الكاميرا خلفية اكيد موجود السيارة فيها نظام تحذير التصادم من الخلف فرامل الطوارئ موجودة في الخلف من ناحية التجهيزات امان وسلامة اساسا في البلسيد شي جميل منها امان وسلامة ومنها حاجات سادق في القيادة طيب كشنطة للسيارة كسيارة عائلية زيون شايفين بابا شنطة خلفي كهربائي وأتوقع كمان انه ذكي مجرد ان اوقف وراه حيفتح معايا لو نجي نشوف السيارة الخلفية هذا في حال استخدمت السيارة بثلاثة صفوف مقاعد يعني هذه اقل مساحة تخزين موجودة يعني تقدر تحط شنط بالطول تحط شنطتين ثلاثة شنطة بالعرض عربية اطفال نوعا ما هتكون معاك المساحة محدودة لكن تقدر تطوي صف المقاعد الاوسط او حتى مقاعد الصف الثالث كهربائيا عن طريقة الازارير اللي موجودة هنا فتزيد معاك السعر الخلفية في السيارة بحيث انك ايش تقدر تحمل من حد باب الشنطة الى باب الراك او عفوا الى مقاعد الصف الامامي في السيارة كمحركات الهينداي باليسيد نفس المحركين اللي كانت موجودة اول ما زالت مكملة معانا في الهينداي باليسيد حاجة حلوة انه فيه تعدد للمحركات فحسب القوة اللي انت تحتاجها ممكن تلقى المحرك اللي يناصبك كل محركين ستة سندر كل المحركين تنفس طبيعي ما فيه ولا محرك بالتيربو او اي حادة تانية المحركة الاصغر سيكون محركة ستة سندر 3500 سي سي حيدينا 272 حصان والعزم حوالي 330 نيوتن متر المحركة الاكبر اللي موجود معانا هنا محركة ستة سندر 3800 سي سي حيدينا وقتها قوة اعلى 295 حصان والعزم حيكون 355 نيوتن متر نظام الدفع في السيارة نظام الاتش تراك من هينداي دفع رباعي والجيربوكس على السيارة 8 سرعات طيب لو نيجي على داخلية هينداي باليسيد دركسون السيارة صراتها نبيع ملاق كبير الحجم فيه نظام التسخيم فيه ترديل سرعات من خلف المقود تصميم الازارير نوعا ما اختلف عن ما قبل الفيس سيفت من ناحية نوعية الازرار حتى الشعار نوعا ما كبروا عن الجزء السابق ازرار جديدة دركسون على حجم السيارة ملائم لها دركسون هينداي مكلبس لطيف من ناحية عدادات هي العدادات الشاشة شاشة السيارات هينداي بشكل عام ما فيها اختلاف كبير لو دقيت اشارة يمين او دقيت اشارة يسار على طوال تشتغل معاك الكاميرات الجانبية تورديك النقطة العمية غير مستوى التنبيهات من ناحية نقطة عمية خروج مسار كلها تورديك هي الشاشة اللي موجودة هنا لو جينا على الاعلى هناك في عندنا هدب ديس بلاي موجود في السيارة كبروا حجمه عن ما قبل الفيس ليفت من مبدأ التطوير في السيارة شاشة الوسطية موجودة عندنا نفس شاشة هينداي مقاس 12.3 انج الشاشة تدعم ابل كار بلاي تدعم اندرويد اوتو فيها نظام القبلة فيها الفويس ميمو يعني شاشة هينداي اللي صراحة مليانة من ناحية مواصفات تجهيزات في السيارة لو نجي على الوسط هنا في الاسفل هنشوف عندنا اختصارات الحل انه هينداي ما زالت من الشركات اللي ما زالت معتمدة على الازرار موجودة ومعتمدة على الشاشات فيه شركات تقول خلاص انا حط شاشات وألغي الازرار وهذا من وجهة نظري ما هو حاجة عملية هينداي لا ما زالت تقول لك كل شيء لوزر في نصر الوقت عندنا الشاشات شوماي ازالير كاختصارات للشاشة العلوية المكيف في الاسفل موجود بمناخين مفسطة على مكيف إلكتروني غير فيه ثلاثة وضعيات للأوتو في الشاشة كوضعيات قيادة عندنا هنا في الشاشة للسيارة بشكل عام فيه عندنا وضعيات خاصة بالوفرود وفيه وضعيات خاصة بالشارع العادي فعندنا وضعيات السمارت عندنا وضعيات الإيكو وعندنا وضعيات الكمفورت غير وضعيات الأوفرود اللي هي سنو والمد والسانت فيه حال انك تبدأ وتدخل بالسيارة غير السيارة كما قلنا لكم 8 سرعات لدينا نظام الأوتو هولد موجود لدينا مقاعد السيارة فيها تسخين وفيها تبريد غير تسخين الدراكسون ومقاعد صراحة لعبوا فيها لعب جميل صراحة الكرسي اللي أنا راكب عليه كرسي فيله تسخين تبريد مساج وميموري وتشوفوا الكرسي مصلقح ترهوه من جد زي كده عشان لو أنا أبغى أريح في السيارة خلاص الكرسي يقلب معايا جسمي أو وزن جسمي موزع حسب الجاذبية الأرضية فبالتالي يديني وضعية استرخاء مريحة في حال طبعا مو أنا قاعد أسوق في حال مثلا أنا بريح على جنب أو حاجة زي كده والكرسي اللي أنا فيه أكيد عندنا نفس الشي فيه كرسي الراكب كرسي الراكب أقدر أتحكم فيه بأزارير من هنا حتى أنا راكب في المقاعد الخلفية أنا أقدر أتحكم فيه بشكل كامل وفي نفس الوقت يقلب اللي هو الزيرو غرافيتي ويكون الكرسي مريح بشكل عام نذهب إلى المقاعد الخلفية نتعرف عليها على السريع جينا مقاعد الصفة الثاني في هنداي باليسيد من ناحية ساعة خلفية حدثها الحرجة السيارة فعلا تعتبر سيارة واسعة يمكن تشوفوا معايا المقاعد مقاعد مفصولة تقدر تأخذها مفصولة أو تقدر تأخذها متصلة مقاعد نوع ما مريحة أنا أقدر أقدم وأرجع في الكرسي بالشكل اللي أبغاه عشان أوازن حتى مع مقاعد الصفة الثالث اللي حنجيها بعد شوية في الخلف عندي فتحات يو اس بي جاية هنا في ضهر الكرسي الأمامي في نفس الوقت لو ننزل على الأسفل هنلاقي عندنا لوحة تكييف منفصلة عن المكيف الأمامي فأنا راكب في الخلف أتحكم بالمكيف الشكل اللي أنا أبغاه في نفس الوقت المقاعد أنا راكب عليها فيها نظام التسخين وفيها نظام التبريد يعني حتى أنا قاعد ورا يعتبر أني متدلع من ناحية أبواب للسيارة في عندي ستائر موجودة وهذه نقطة حلوة الكاب هولدرز موزعة موجودة في أكثر من مكان فبالتاني نوعا ما يعتبر مريح معايا موايا معايا قهوة في عندي أكثر من خيار هي مقاعدة الصفة الثاني كراحة تعتبر نوعا ما مريحة أستريخ نروح نشوف مقاعدة الصفة الثالث ناخد عنها فكرة وعندما نستمع السيارة ننجح الوارب راحتنا ونشوف مقاعدة الصفة الثالث فيه يعني كالعادة هذه السيارات ما نقدر نقوله مقاعدة الصفة الثالث حق ناس كبار يعني كبير مشي حالك أو حق أطفال بشكل عام وهذا شيء غير مستغرف لكن نوعا ما الكرسي هذا مرجع وكدا وارب زيادة فركب خابطة في الكرسي القدامي الكرسي نوعا ما حجمه صغير فعني نظام مشي حالي أقدر أقدر أقدم الكرسي هذا بحيث أن تزيد معي الساعة ويكون الموضوع نوعا ما أريح من ناحية التجهيزات في الخلف وهذه النقطة كده عجبتني شكرا لك كاميرامان ديكالعافية في عندي اللي هي كب هولدرز موجودة في الخلف في عندي فتحة يو اس بي تايب سي موجودة وفي نفس الوقت الكرسي الثالث فيه تدفع يعني أوكي انت مجحور ورا لكن مجحور بكب هولدر شاحن جوالك لديكم الدفع في الشتاء في الصيف هادي أفتص فغير عندي هنا فتحة التكييف كمان في الصفة الثالث فمن ناحية ساعة خلفية أو مقاعد الصفة الثالث كتجهيز حلوة من ناحية ساعة وراحة دعنا نعديكم تفاصيلها في الفيديو التفصيلي بعدين بحول الله تعالى وبس هذه كده كانت لمحة سريعة عن هينداي بالي سيد 23 الفيس تفت الجديد من السيارة من حفل تشيير السيارة من المنتج عنوضة هنا في الرياض شكرا هينداي شرق الأوسط وكافة وكالة هينداي في السعودية كما قلنا لكم هذه كانت لمحة سريعة عن السيارة بحول الله تعالى سنستلمى السيارة ونقوم لكم عننا الفيديو التفصيلي كما جرت عليه العادة وقتا نقول لكم ما لها وما عليها ونصبت من الله العلية القدير ونخطأت فمني أنا شوفكم قريب في فيديو جديد تجربة جديدة سارة جديدة سفرة جديدة إن شاء الله